موسيقى الرابعة مساء بتوقيت بغداد أهلا بكم مشاهدين كرام إلى نشرة أخبار العراق اليوم والبداية مع أبرز العنوين في الذكرى الأولى لإعلان النصر على تنظيم داعش عبد المهدي يؤكد أن النصر لن يكتمل إلا بالقضاء على الفساد تقرير جامعي علمي يؤكد إصابة مئة أو حوالي مئة وأربعين ألف شخص بالتسمم في البصرة وأعلى نسبة التلوث سجلت في المناطق القريبة من إيران وبمشاركة أكثر من خمسين شركة انطلاق أعمال مؤتمر تشكيل غرفة التجارة الأمريكية العراقية لرجال الأعمال والمستثمرين ببغداد أهلا بكم مشاهدين كرام قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في كلمة وجهها إلى العراقيين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان النصر على تنظيم داعش قال إن هدف حكومته هو إعادة النازحين وأعمار مدنهم وإن حملة الأعمار لا تشمل المناطق المحررة فحسب بل كل المحافظات العراقية عبد المهدي أضاف إلى أن النصر النهائي الذي يصب إليه العراق هو تحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والبناء والأعمار والتخلص من البطالة لافتا إلى أن النصر سيبقى ناقصا ما لم ينتصر العراقيون على الفساد عبد المهدي شدد على أن المواطنة هي المبدأ والمعيار الذي ستحتكم إليه حكومته وإن هدفها هو تعزيز الديمقراطية واحترام القضاء والفصل بين السلطات وترسيخ عمل مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيد الدولة مؤكدا بأنه لن يسمح أن يكون العراق ممرا أو مقرا للإرهاب أو الاعتداء على أي دولة أخرى إن عودة النازحين وإعمار مدنهم هدف سنبذل أقصى جهودنا لتحقيقه وإن حملة الإعمار لا تقتصر على المناطق المحررة فحسب بل تشمل المحافظات العراقية التي ضحت بأبنائها في عمليات التحرير فتعطلت فيها فرص النمو والإعمار خلال السنوات الماضية وتعاني اليوم من نقص الخدمات وفرص العمل ولا يجوز أن يستمر هذا الحرمان مدة أطول النصر النهائي الذي نصب إليه هو تحقيق طموحات وتطلعات شعبنا في الاستقرار والبناء والإعمار والتخلص من البطالة ومن مظاهر الفساد الذي كان وما يزال يمثل وجهاً آخر من أوجه الخراب والإرهاب وما لم ننتصر على الفساد فسيبقى نصرنا منقوصاً حتى يتحقق هذا الهدف الكبير هذا ودع رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تعزيز النصر على تنظيم داعش بنصر سياسي ومجتمعي ينهي عوامل نشوء الإرهاب والجريمة صالح في بيان له قال إن النصر سيكون ناجزاً والإرهاب سيندحر نهائياً بالشجاعة في مواجهة الفساد والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات وعودة النازحين إلى مدنهم وقرهما وفي الوقت الذي أثنى فيه صالح على دور المرجعية في مواجهة ودحر تنظيم داعش فقد أكد على إنه لا يمكن نسيان الدور المساند للتحالف الدولية ولدول المنطقة مشدداً على إن إنجاز النصر النهائي يتطلب من السلطات والقيادات والأحزاب والشعب العمل التشريعي والإجرائي والمجتمعي والثقافي لإنهاء العنف والإرهاب والجريمة هذا ودعا رئيس جمهورية إلى العمل الحثيث محلياً وأقليمياً على تهيئة مناخ سياسي إيجابياً يدعم محاولات الإصلاح الحقيقية بدوره حذر الرئيس تحالف النصر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من ضياع النصر على الإرهاب لافتاً إلى أن الوضع السياسي الحالي يدعو إلى القلق العبادي في بيان له بالمناسبة أوضح أن الإرهاب ينمو في ظل الخلافات السياسية والطائفية وأن تنظيم داعش قد يمتلك قدرة التجمع مرة ثانية ويعاد التنظيم نفسه بما يتطلب تأمين الحدود واستمرار الجهد الاستخبارية لتتبع خلاياه النائمة ودعا العبادي القوى السياسية إلى وحدة الصف والابتعاد عن الخلافات وتهيئة البيئة السياسية الصحيحة لتقديم الخدمات للمواطنين لافتاً إلى أن ما يشهده الوضع السياسي حالياً يدعو إلى القلق ويجب تصحيح الأمور بالركون لمنطق العقل والعدالة والجلوس للحوار لحل الإشكالات وعدم الانفراد بالقرارات قال الرئيس اتلاف الوطنية إياد علاوي في تغريدة على موقع تويتر بمناسبة يوم النصر إنما فيات الفساد هي أكبر مهدد لأمن العراق ومستقبله علاوي أضاف إن غياب الأسس الواضحة للتفاهم السياسي والإصرار على نهج المحاصصة وتغليب المصالح الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن والمواطن وعدم اتخاذ خطوات حازمة تجاه مافيات الفساد والمفسدين خطر جسيم يهدد الانتصارات والمكاسب التي تحققت وينذر بمستقبل غامض للبلد قدمت السفارة الأمريكية في بغداد التهنئة بمناسبة يوم النصر وأكدت دعمها للحكومة العراقية في تحقيق الأمن والاستقرار وذكرت السفارة في بيان لها أنها ستواصل العمل عن كثب مع حكومة العراق ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي لجميع العراقيين وينضم إلينا مشاهدين كرام بغداد الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية الدكتور ديار فيلي دكتور فيلي مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم بداية هنا هل تتفق مع التحذيرات العبادي من أن الوضع السياسي الحالي قد يشكل منفذا ليعيد تنظيم داعش نفسه وأيضا نشاطه هل تتفق مع هذا الري شكرا لكم تحية لكم والمشاهدين في هذا اليوم المبارك واسمحوا لي بانتهاز الفرصة بتوجيه التهنئة لكل العراقيين بمناسبة تحرير المدن من داعش بالحقيقة هناك كثير من المؤشرات التي يبدو من خلالها أن المناخ الذي أدى إلى سقوط المدن العراقية بيد داعش 40% من مساحة العراق لا زالت قادرة على إعادة إنتاج نفسها بطرق مختلفة تغريدات القادة السياسيين في العراق وتأكيدهم على أن الفساد ومافيات الفساد لا زالت تنخر في جسد الدولة ومؤسساتها يعد واحد من أهم المؤشرات التي تؤكد بأن داعش قادر على أن يتغلغل في أكثر من مكان ويستعيد نشاطه بقوة المناسبة كتبت في شهر أغسطس الماضي مقالة بهذا الخصوص وقامت صحيفة الغد الأردنية بترجمتها مشكورة أكدت فيها على مجموعة كبيرة من التحديات التي يمكن أن تقود إلى ظهور داعش من جديد في العراق على أقل تقدير اليوم هناك تقرير للأمم المتحدة يؤكد على أن أكثر من 150 مشروع لا زال متلكئا في مدينة مهمة مثل الموصل وبذلك نستطيع أن نقول أن جهود إعادة الإعمار لم تثمر شيئا حقيقيا يمكن أن نتلمس آثاره على أرض الواقع وبالتالي هذا يقود إلى صخص جماهيري وداعش قادر بشكل ملفت للنظر على استغلال مثل هذه النقاط للضعف ما يؤخذ هنا عليه على رئيس الوزراء السابق السيد العبادي بأنه أنجز هنا نصرا عسكريا إلا أنه لم ينجز نصرا على الفساد ورئيس الوزراء الحالي هنا يؤكد عبد المهدي يؤكد أنه لا نصرا نهائي إلا إذا لم يتحقق على الفساد كيف يمكن له فعل ذلك عمليا؟ مبدئيا يجب أن نشير إلى أن هناك تحول مهم في أداء السياسي العراقي اليوم العبادي يوفر إمكانية مهمة للقوى السياسية الناهضة الجديدة في العراق عندما وفر لهم بلدا لا يعاني من احتلال داعش وبالتالي عليهم أن يكملوا المسيرة باتجاه مكافحة الفساد لكن عفوا الإشكالية الحقيقية اليوم أن هناك شعارات يتفق عليها الجميع لكن للأسف الشديد لا توجد إجراءات رادعة لمكافحة الفساد ويبدو أن السيد عادل عبد المهدي متأثر بشكل كبير في تطبيق برنامجه الحكومي كما يبدو أنه غير قادر على استكمال كابينته الوزارية ويبدو أيضا أنه عاجز أمام سطوة القوى السياسية الأخرى وبالتالي هذا يفرغ الشعارات من محتواها ويجعلنا نشعر بحالة من الامتعاض حيال هذا الموضوع على وفق هذه الآلية أتصور بأن السيد عادل عبد المهدي مطالب بأن يكون بمستوى شجاعة أكبر في الطروحات وفي إصلاح المؤسسات الحكومية وفي تطبيق قوانين مكافحة الفساد بدون ذلك أعتقد أننا مقبلون على انتكاسة كبيرة دكتور فيتلي هنا أيضا رئيس الجمهورية صالح يتحدث عن نصر سياسي ومجتمعي هناك من يرى أن هذا النصر السياسي في ظل كل هذه التجاذبات السياسية التي نشهدها اليوم غير متوفر هذا النصر هل تتفق مع هذا الرأي؟ نعم أتفق معه تماما هناك نصر عسكري وهذا النصر كان مهما وندين فيه إلى الدماء التي أريقت على أرض العراق لتحريره من داعش لكن المشكلة الأكبر هو في كيفية إدامة هذا النصر في الميادين الأخرى داعش مشكلة ليست عسكرية فقط وإنما هي مشكلة مجتمعية علينا أن نفكك جذورها علينا أن نفكك معطياتها لكي نتمكن من القضاء عليها بشكل كامل أنا أتذكر في هذه الجزئية تحديدا رأيي لأحد الأخوان في مدينة سنجار طرحه في الڭارديان أشار فيه إلى أننا نعاني من انهيار منظومة الثقة المجتمعية لذلك لحد هذه اللحظة كنت سأتطرق مع حضرتك إلى هذه النقطة لإستعادة منظومة الثقة طعم رئيس الجمهورية أيضا تحدث هنا بالإضافة إلى النصر السياسي إلى النصر المجتمعي وقال هل النصر المجتمعي بعيد المنال أيضا مثل النصر السياسي هنا أتصور أن حتى هذه اللحظة لا تفكر الحكومة لا توجد إجراءات مؤسساتية حقيقية من أجل إعادة النظر في السياسات التي أدت إلى انهيار منظومة الثقة المجتمعية في المدن التي هيمن عليها داعش وبالتالي هذا يعاد واحد من المدخلات الأساسية التي مهدت إلى وجود داعش في الموصل في الأنبار في صلاح الدين بدون إعادة الثقة المجتمعية بدون إعادة التفاعلات المجتمعية الآمنة والإيجابية أتصور أنه مثل هذا النصر على المدى البعيد أيضا سيكون حوله العديد من الشكوك وعلامات الاستفهام أشكر حضرتك لوجودك معنا كنت معنا من بغداد الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية الدكتور ديار فيلي شكرا جزيلا لحضرتك إذا مشاهدين الكرام هذا فاصل ونعود إليكم شكرا لبقائكم معنا مشاهدين الكرام نظمت القطاعات الأمنية في محافظة ينين واستعراضا عسكريا في شوارع الموصل بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان تحرير العراق من سيطرة تنظيم داعش ورغم مرور عام على التحرير فإن عجلة إعادة الإعمار والبناء تسير ببطأ فيما تستمر مشكلة النازحين بل وتتفاقم في بعض مناطق المحافظة قبل عام من الآن كانت لحظة انتهاء أسوأ حقبة مر بها العراق أعلان النصر على تنظيم داعش التي اكتوت الموصل بناره لثلاث سنوات ذكرى تمر على المدينة وعجلة الأعمار فيها تسير ببطء في ظل أزمات اقتصادية اختصرتها هذه المرأة الموصلية التي فقدت ابنها بنيران داعش في المنطقة القديمة هاي تحرير تحرير ايش الواتش تلونا بس هاي دمار دمار هذا دمارنا هذا دحق عليه دحق عليه الدمار الدمار فرد نوبا ماكو حد قعد ترحمنا ماكو لا مسؤول ولا دنيا ولا عالمي ماكو أما مشكلة النازحين فإنها بدأت تتفاقم فأكثر من ألف عائلة تشردت مرة أخرى رغم النداءات المتكررة بإنهاء ملف النزوح وتوفير الخدمات وفرض سلطة القانون في مناطقهما المخيم بحالة لا يرثى لها وبالأخير طالب السيد رئيس الوزراء ولو يلتفت علينا بلف تكريمة يقفل لنا ملف النازحين ويرجعنا إلى أراضينا بذكرى التحرير نظمت القطاعات الأمنية في نينو استعراضا عسكريا في شوارع الموصل لتوجيه رسائل اطمئنان للأهالي باستقرار الوضع الأمني في نينو بتنفيذ خطط جديدة للحفاظ على نشوة الانتصار الوضع الأمني في الموصل جيد هناك شائعات تطلقها أبواق داعش ومن يواليهم سواء بعلم أو بدون علم أخذنا من النوع اعتبار واجبات محفظها الحدود من أجل منع العناصر الإرهابية الدخول إلى قاطع عملتنا والتأثير عن قطعاتنا الحفاظ على النصر وثماره انتعاش للجانب التعليمي وترسيخ التربية والتعليم على أسس بعيدة عن التطرف وتعزيز مبدأ الوطنية في نفوس الطلاب وتقول تربية نينو إنها تخوض تحديا صعبا في مواجهة تلك الأفكار التي تركها داعش القضاء على الجهل والتفسيرات الخاطئة لأن المدينة عندما كانت خارج نطاق الأم أو فترة احتلال داعش كانت هناك بعض الأفكار المسمومة ما بين نشوة الانتصار والضفر به وبين أطلال مدينة منكوبة لا زالت ملامح الدمار والنزوح تذكر سكان نينو بحرب خلفت أزمات لم تنتهي بعد من الموصل هيثم أحمد الحرة وإنضم إلينا من الموصل مشاهدين عفوا أستاذ العلوم السياسية في جامعتها الدكتور محمود عزو دكتور عزو مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم بعد عام من تحرير الموصل دكتور عزو هل الأمن مستتب فيها أهلا وسهلا هل الأمن مستتب الآن في الموصل ولا يدعو للقلق بعد عام من تحريرها والله هو صراحة هذا السؤال الأمني يعني يفترض كان يسأل به القائد العسكري لكن كمؤشرات مجتمعية لالتفاف الناس حول القوات الأمنية مؤشر كبير جدا الأمن المجتمعي متوفر بشكل كبير الإبلاغ عن خلايا داعش الآن بشكل أكبر من المراحلة السابقة مرحلة ما قبل 2014 هذه مؤشرات كبيرة لتعزيز الأمن أيضا الحركة حركة المرور صباحا وليلا ومساءا وستمر حتى الواحد بعد منتصف الليل أو الثاني بعد منتصف الليل هذه كلها مؤشرات جيدة أيضا الالتزام بإشارات المرور الموجودة في داخل مدينة الموصل نسبة الالتزام بها تصل إلى 95% وهذه أيضا تعد مؤشر كبير لبداية عملية فرض القانون من قبل المجتمع وأيضا من قبل سلطات الدولة لكن التحدي الأساسي الذي يواجه مدينة الموصل بعد عام من التحرير هو بعدة ملفات الملف الأول اللي هو ملف النازحين الملف الثاني اللي هو الملف الاقتصادي اللي هو الأهم بالنسبة لمحافظة نينوى والملف الثالث اللي هو ملف تصفير المشاكل التي أحدثها داعش من مشاكل قانونية ومشاكل مجتمعية ومشاكل عشائرية عملية التصفير لا يسبب بأمر رعين تحتاج إلى حزمة إجراءات قانونية وحزمة إجراءات إدارية فضلا عن تفعيل العدالة الانتقالية لمحاسبة مجرمين داعش أو من مؤلعهم حتى يتم إنصاف الضحايا الذين تعرضوا لظلم كبير من قبل داعش أو الذين تضرروا من آثار احتلال داعش لمدينة الموصل إذن حسب ما قلت هناك وعي مجتمعي بأهمية الترصد لهذا التنظيم ومنع تخلله إلى المحافظة مجددا طيب أعود بك الآن إلى الضحايا الذين تحدثت عنهم ومن ضمنهم النازحين النازحون هنا مشكلة النازحين مستمرة دكتور عزو خاصة بعد عام من تحرير مدينة الموصل من يتحمل مسؤولية ما يتعرض له النازحون اليوم قطع الاتصال دكتور عزو هل تسمعوني؟ قطع الاتصال دكتور عزو هل تسمعوني الآن؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بأستاذ العلوم السياسية في جامعتها الدكتور محمد عزو إذن نواصل نشرتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام إذ أوصى تقرير جامعة النهرين الأخير الخاص بالكشف عن مساببات تلوث مياه شط العرب في البصرة وتشخيص نسب تسممها أوصى إلى عدم استخدام المياه لأغراض الشرب وكذلك تربية الأسماك كاشفا عن وجود مادة الكادميوم المسرطنة في مياه شط العرب يشخص تقرير علمي صادر عن جامعة النهرين أسباب التلوث في مياه شط العرب فيعزوها إلى مادة الكادميوم التي تؤدي إلى السرطان وبفعلها تعرض قرابة 140 ألف مواطن بصري لحالات التسمم وأعلى نسبة للتلوث سجلت في المنطقة المشتركة بين العراق وإيران تزداد نسبة التلوث كلما اتجهنا جنوباً وبالخصوص في المنطقة المشتركة بين العراق وإيران لكن الأمر الخطير الذي تم اكتشافه هو زيادة نسبة العنصر الثقيل الكادميوم هذا العنصر وجوده بفترات طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وهشاشة العظام والعقم وأيضاً الفشل الكلوي ويوصي التقرير بعدم استخدام مياه شط العرب لأغراض الشرب وتربية الأسماك لا سيما في المناطق الجنوبية القريبة من إيران التي ترتفع فيها معدلات التلوث إضافة إلى تأكيده على أهمية إنشاء نظم لمنع امتداد المواد السامة شمالاً أزمة المياه لا زالت قائمة والحلول لا زالت متعثرة ومصادر المياه لا زالت مجهولة وبرغم قرع خطر التلوث لا زالت قذف مياه الصرف الصحي في الأنهر التي تصب في محاصلتها النهائية في شط العرب بحسب ما أشارت إليه بيئة المحافظة التي تعتبر المشكلة الرئيسة حالياً تتمثل بتغلغ للسان الملحي ما زالت أصريف مياه المجاري إلى الأنهر الداخلية والأنهر الداخلية بالتالي صف في شط العرب في اعتيادي هناك نسبة من التلوث موجودة لكن المشكلة الرئيسية لمياه الشط العرب هي ارتفاع التراكيز الملحية التي حول مياه الشط العرب من مياه نهرية إلى مياه بحرية وعلى ضوء ذلك دعا عضاء في مجلس المحافظة إلى عقد جلسة طارئة بحضور الجهات المعنية للخروج بتوصيات والذهاب بها إلى بغداد لإسعاف البصرة من كارثتها البيئية كرر دعوتي إلى ضرورة إقامة جلسة استثنائية طارئة لحكومة البصرة المحلية بشقها التشريعي وتنفيذي والذهاب باتجاه بغداد لنقل هذه الصورة نقلاً واقعياً حياً مبني على أمور فنية مهنية واقعية وإزاء كل مخاطر الملوثات التي باتت تهدد حياته من يعيش هنا لا حلول بعد لمعالجة آثارها المميتة برغم تشخيصها بشكل علمي سعد قصي الحرة مدينة البصرة وينظم إلينا مشاهدين من البصرة المختص بالشأن البيئي الدكتور شكري الحسن دكتور الحسن مرحباً بك إذن حالات التسمم هذه الدكتور التي حصلت في المحافظة هي بسبب مادة الكادميوم من أين تأتي هذه المادة دكتور الحسن؟ وكيف تتشكل في شط العربة؟ تحية لك سيدتي وإلى مشاهدي قناة الحرة عراق في الحقيقة التقرير الأخير الذي نشره تقرير مهم ويجب أن نتوقف عليه كثيراً وهو يحتاج إلى تفسيرات علمية دقيقة في الواقع الكادميوم مادة معدنية سامة وهي تحتل الترتيب السابع على لائحة المواد السامة حسب وكالة حماية البيئة الأمريكية مادة خطيرة جداً تواجدها في البيئة ينذر بوجود خطر وبوجود تلوث وحالات تسمم لكن في الحقيقة المصدر هنا هو السؤال الأكبر الكادميوم معروف أنه تكون مصادر صناعة البطاريات والأصباغ المعدنية وغيرها من الأمور وهذه غير موجودة لا على الجانب العراقي ولا على الجانب الإيراني ولكن ممكن أنه يحدث للكادميوم ويتحرر عندما يكون موجود مع الأسمدة ومع المبيدات التي تنصرف مع مياه البزل وهذا يؤشرنا في الحقيقة إلى أنه للمياه البزل الزراعي المنصرفة من الجانب أو من الأراضي الإيرانية وبدرجة أقل من الجانب العراقي قد يكون لها دور في تحرر هذه المادة إذ أن المد الملح الأخير الذي صار في البصرة وتوغل الكتلة البحرية المالحة في البصرة وزيادة تراكيز الصوديوم هذا سيحدث لتفاعل كيميائي يسمى تبادل كيميائي يزيد من تحرر مادة الكادميوم في مثل هذه المواد وهنا يجب أن نلتفت إلى هذه النقطة ما هي الحلول هنا دكتور الحسن؟ كيفية التخلص من هذه المادة في شط العرب؟ هل هناك من حلول وآنية؟ لا أعتقد أن هناك حلول آنية سيدتي البصرة في وضع مزري وشط العرب نهر سام في الواقع ولكن على الأقل علينا أن نوقف وأن نطالب بإيقاف تصريف مياه البزل من الأراضي الإيرانية أو من الجانب العراقي ولا هي قليلة في الجانب العراقي لكن أكثر شيء من الجانب الإيراني بالحقيقة ممكن أن تكون لها تداعيات وقد تكون هي سبب الأرجح هذه مشكلة خطيرة مياه شط العرب هذه المياه التي ممكن لأهالي البصر استخدامها للشرب في تربية الأسماك هم محرومون الآن من استخدامها بسبب التلوث بهذه المادة الخطيرة كيف تقيم هنا تعامل الحكومتين المحلية والاتحادية مع هذه المشكلة الخطيرة؟ للأسف يا سيدتي ولغاية هذه اللحظة ما زال الاستجابة ضعيفة جدا تجاه العمل أي حلول لإنقاذ مدينة البصرة من التسمم ومن تلوث مياه شط العرب لا توجد هناك أي إجراءات للحكومتين المحلية والمركزية بهذا طيب ألم تدخل هنا شركات أجنبية على الخط؟ شركات أجنبية ألم تدخل على الخط هنا؟ هناك تحركات لمنظمات إنسانية دولية تجاه التخفيف من هذه الأزمة أرجو أنه يتم تشجيع هذه المنظمات لتقديم المساعدة الممكنة لأهالي البصرة قبل حلول فصل الصيف القادم أنا أحذر بشدة من فصل الصيف القادم ومن تكرار الأزمة التي وقعت لا نطمئن للوضع الحالي بسبب برودة الجو بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي شجعت بأنه تندفع مياه البدعة إلى معظم أحياء البصرة في الصيف القادم ستكون هناك شحة وبالتالي سيتم الاعتماد على شط العرب مجددا ومن ثم تكرار الأزمة مرة أخرى وقد يكون ذلك أمرا كارثيا نعم كنت معنا من البصرة المختص بالشأن البيئي الدكتور شكر الحسن شكرا جزيلا لحضرتك فاصل المشاهدين ونعود إليكم في الأخبار العالمية لهذا اليوم مشاهدين الكرام تقدمت الأمم المتحدة باقتراحا لوقف الحرب في مدينة الحديدة اليمنية خلال المحادثات الجارية في السويد ينص على انسحاب الحوثيين من المدينة الساحلية مقابل وقف قوات التحالف العسكرية بقيادة السعودية هجومها وحسب نص البيان تمهد هذه الخطوة لتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة كما تعرض الأمم المتحدة نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئة أخرى في المحافظة للمساعدة على تطبيق الاتفاق ومن المتوقع أن يعلن الوفد الحكومي موقفه من المبادرة اليوم فيما لم يعلن وفد أنصار الله الحوثيين موقفه حتى الآن يأتي ذلك فيما تتواصل المحادثات اليمنية في ستوك هوم حيث من المقرر أن تركز اليوم على محاولات التوصل إلى تهديئة في مدينة الحديدة غربي اليمن وقالت مصادر في داخل جلسات التشاور للحرة أن وفدي الحكومة والحوثيين سيجريان مشاورات غير مباشرة اليوم حول الحديدة باعتبار أن الخلاف لا يزال عميقا حول هذه المسألة وكان الطرفان عقدان مباحثات مباشرة بحضور اللجنة الدولية وهيئات الأمم المتحدة وتناولا آلية تطبيق اتفاق تبادل الأسرة ومن المنتظر أن يعقد جريفث مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للحديث عما تم تحقيقه في هذه الجولة من المشاورات والخطوات التالية لها قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندر كينغ أن الدعم الإيراني للحوثيين يمثل العائق الرئيس في عملية أحلال السلام في اليمن كينغ أكد خلال منتدى الأمن الإماراتي في أبوظبي أن جهود الولايات المتحدة منصبة حاليا على دعم جهود المبعوث الدولي لليمن في الوقت الحالي جهودنا منصبة وراء جهود الأمم المتحدة بقادة مارتين جريفث فقد قام بجمع الأطراف سويا في سويد والمحادثات متواصلة سمعنا بعض ردود الفعل الإيجابية من هذه المحادثات جميعنا نقف وراء هذه الجهود ولنرى ماذا سيحدث نحن نريد دعم هذه الجهود وذكرة الحاجة لعدد تكييف وضبط الأمور في أي لحظة نحن نستطيع ذلك لكننا ندعم ما يفعله مارتين جريفث بشدة من جهتها قالت منسيقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزي جراندي إن الأزمة الإنسانية هناك أصبحت مثار قلق حيث يعاني أكثر من 25% من أطفال اليمن من سوء التغذية الأزمة الإنسانية في الحديدة مثيرة للقلق هناك 200 ألف شخص ما زالوا في المدينة ونحن قلقون جدا إذا الأوضاع التي يواجهونها هناك 25% من الأطفال في الحديدة يعانون من سوء التغذية هناك احتمال بانتشار الكوليرا في أي لحظة ونحن نعلم أن عشرات آلاف الأشخاص يحتاجون لدعم غذائي لكي يستطيعوا العيش ولهذه الأسباب طلبنا من كل من الأطراف المتنازعة لإيجاد حل سياسي في الحديدة ليطالبوا بوقف القتال وإعطاء الشعب فرصة للوقوف على قدميه مرة أخرى أكدت السعودية أن دول الخليج ومصر والأردن تجري محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة بهدف مواجهة العدوان الخارجية وقال وزير الخارجية السعودي عادل جبير في مؤتمر صحفي من رياض ردا على سؤال عن تقارير أفادت بقيام محادثات لإنشاء حلف عسكري عربي أمريكي مناهض لإيران إن هناك محادثات متواصلة بين الولايات المتحدة وأدول الخليج حول هذه المسألة والأفكار تتبلور حاليا وتابع أنه عمل متواصل يريد الطرفان إنجحه مشيرا إلى أن هذا الحلف سيضم أيضا في حال أبصر النور مصر والأردن تحت مسمى تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجية توغل مسلح قوات سوريا الديمقراطية في آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة هجين بمحافظة دير الزهر وسيطروا على مستشفى هناك حسب ما أفاد المتحدث باسمها مصطفى بالي من جهته أكد عمر أبو ليلى النشط في موقع دير الزهر 24 الذي يغطي أخبار المدينة سيطرة القوات الكردية على المستشفى الواقعة على أطراف المدينة بعد اشتباكات ضارية استمرت أسبوعا أعلنت إسرائيل قبولها كعضوة في مجموعة العمل المالي الدولي المعنية بمراقبة غسط الأموال وتمويل الإرهاب وقالت إن قبولها في المجموعة سيسمح لها بالقيام بدور نشط في صنع السياسات العالمية من جهتها ذكرت مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرا لها إن خبرة إسرائيل ومنظورها سيسهمان في منع إساءة استخدام النظام المالي دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير الرئيس إيمانويل ماكرون إلى توحيد البلاد المنقسمة في خطابه اليوم لوضع حد للإحتجاجات التي تضر بالاقتصاد وقال لومير لمحطة RTL إن فرنسا منقسمة بشدة بين من يرون أن العول ما أفادتهم ومن يواجهون مشاكل لتدبير نفقات المعيشة ولفت إلى أن موجة الاضطرابات تضر بصورة فرنسا بين المستثمرين الأجانب وستقلل الناتجة في الربع الأخير بمقدار 0.1 نقطة مئوية وفي واشنطن مشاهدين خرج أمريكيون في مسيرة بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المسيرة شارك فيها شبان طالب بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وأكدوا أن أول عائق أمام ذلك هو جهر الناس بحقوقهما لا استثنى العالم كله يعاني في مجال حقوق الإنسان ولكن بنسب متفوتة هذا ما يراه المشاركون في هذه المسيرة في واشنطن المعاناة الأبرز بالنسبة لهؤلاء الأمريكيين تتمثل في الاتجار بالبشر هناك دوما فرص لتحسين حقوق الإنسان وطريقة التعامل معها في أمريكا أو في أي مكان آخر أمريكا لا تختلف عن الآخرين فهناك مشكلة الاتجار بالبشر مشاكل أخرى متعلقة بنعيدان المساواة المسيرة هذه التي نظمتها جمعية شبابية يصر المشاركون فيها على أن المعاناة تبدأ من جهل الإنسان بحقوقه تقول إيريكا إن الفصل العنصري على أسس عرقية أو دينية أو جنسية ما زال يتكرر برغم مرور سبعين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هناك الكثير مما يجب القيام به سواء في مجال تمييز على أساس العرق أو الديانة أو أي نوع من العنصرية نحن هنا للتنديد بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان تنوع أمريكا جعل ناشطيها وغيرهم على تواصل بأزمات العالم أمريكيون من أصل الشرق أوسطي انتقيناهم بالمسيرة اعتبروا أنه على الحكومات العربية تعليم مواطنيها مبادئ حقوق الإنسان ومكوناتها ما يهم الآن أن يتم تعليم الأطفال في مدارس الشرق الأوسط ما هي حقوق الإنسان أتطوع في مخيمات للاجئين شمال العراق وأعلم تفاصيل حقوق الإنسان لأن أغلب الناس في الشرق الأوسط تجهل حقوقها كبشر خلال التجمع الشبابي هذا الذي جرى بالقرب من معلم أبرهام لينكل في واشنطن بكل رمزيته تم توزيع منشورات تبسط مفهوم حقوق الإنسان وتوضح ما هي هذه الحقوق كانت هذه أراء لشباب أمريكي ناشط في مجال حقوق الإنسان مجال يبدو أن العمل به يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من الجرأة في القرارات السياسية ليس فقط في الولايات المتحدة بل في جميع دول العالم خليد بن طولة الحرة واشنطن وهذا فاصل مشاهدين كرام ونعود لفتح ملف الأخبار والتقارير الاقتصادية بمشاركة أكثر من خمسين شركة أمريكية انطلقت في بغداد صباح اليوم أعمال مؤتمر تشكيل غرفة التجارة الأمريكية العراقية للرجال الأعمال والمستثمرين السفير الأمريكي في بغداد داغليس ساليمان أكد أن الوضع في العراق بات يشكل بيئة جيدة للاستثمار دعيا الشركات الأمريكية المساهمة الفاعلة في تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض بالقطاع الخاص وضع الأمريكي في العراق بات يشكل بيئة جيدة للعمل والاستثمار واستقطاب شركات العاملة في القطاع الخاص للعمل سوية نحن مع الحكومة العراقية والشركات الأمريكية على تطوير الاقتصاد العراقي وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل في القطاع الخاص وزيادة التجارة بين البلدين الشركات المشاركة في عمل هذا المؤتمر هي من كبريات الشركات الأمريكية الرصينة وسيكون لها دور مهم وبارز في العمل الاستثماري والتجاري في العراق وينضم إلينا من فندق بابل ببغداد حيث وقاع المؤتمر مراسلنا زياد نهاد زياد أهلا بك حدثنا زياد عن المؤتمر هنا والأهم الأنشطة التي حدثت حتى الآن مرحبا زين يعني عمل المؤتمر انطلقت منذ الساعة الثامنة صباحا بحضور السفير الأمريكي إضافة إلى أكثر من مئة شخصية تمثل خمسين شركة أمريكية هذه الشركات الأمريكية من كبريات الشركات وحضرت ضمن تظاهر اقتصادية أو وفد اقتصادي كبير كما سماها السفير الأمريكي يوم أمس وكنا في حفل استقبالهم هؤلاء مختصون بكثير من القطاعات الاقتصادية إضافة إلى الخدمات والبناء والعمار والاتصالات إضافة إلى عملية التربية والتعليم والكثير أيضا من الشركات عندما سألناهم وانطلقنا بأسئلتنا حول أهمية المناطق التي سوف تعملون بها أكدوا بأن جميع المناطق العراقية مهمة نحن مقبلون على عملية استثمارية في العراق الاستثمار كبير في العراق بأخصبة هناك موارد كثيرة ونريد أيضا كما قال السفير الأمريكي يوم أمس وأكدوه اليوم بأنه الاقتصاد نريد أن نبني اقتصاد العراقي اقتصاد البلاد إضافة إلى تشغيل الأيد العاملة وتهيئة القطاع الخاص كي يكون رفيقا متساويا متشاركا مع الشركات الأمريكية العاملة هنا هنا كان أيضا تواجد لعدد من الوزراء منهم وزير الصحة إضافة وزير الاتصالات ووزارة النقل وممثلين عن وزارة الموارد المائية ووزارات أخرى كان هناك شبه عبارة عن ورشة للتعارف والاستكشاف ما بين تلك الشركات إضافة إلى المسؤولين المسؤولين العراقيين أكدوا هناك ترحيب واسع وسوف تجري هناك تسهيلات لشركات الأمريكية نستطيع أن نقول بأن حضور الشركات الأمريكية ضمن فرع الشرق الأوسط في العراق بأنه هي ماجي استكشافي لأول مرة وتريد التعرف ومن ثم تبقى عدة أيام وتجليقات مع كبار رجال العمال العراقيين إضافة للتعرف مع شركات القطاع الخاص ومن ثم ربما تغادر وتأتي أيضا شركات أخرى في وقت لاحق لكن ربما سوف ننتظر ما يجري يوم غد هناك حدث مرتقب كبير لحضور وزير الطاقة الأمريكي ولدينا ضيفي طبعا نائب السفير الأمريكي في بغداد جويهود ليتكلم لنا حول هذه التظاهراء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد جود كيف تصف هذه التظاهراء اليوم هناك الكثير من الشركات الأمريكية كيف ترى هذا الموضوع صراحة سيد جديد كيف ترسير شركات الأمريكية لكيف تشايير الأمريكية كيف ت Buddha تشايير الأمريكي سيطرفني جدا نعم soybeans المعيكية لكش الأمريكية وكبر 100 عقد المنوضوع من بعد 50 عمريك sodium الفقرات الأمريكية هنا نعم كيف تدعوه أول أن الحكام اسم على م Towards του عا verl Talent أكثر من مئة رجل وامرأة أعمال أمريكي يمثلون أكثر من خمسين شركة أمريكية هنا في العراق للبحث عن فرص استثمار فهذه مناسبة للبحث عن هذه الفرص وخصوصا أن هذه زيارة تتناسب وتتزامن مع الاحتفالية بالذكرة الأولى لتحرير الأراضي العراقية من سيطرة داعش الإرهابي ونحن خصوصا في هذا المرحل لمساعدتهم في إعادة بناء العراق I think a lot of the energy that you see in the room today is because this is the well it's representative of the fact that this is the biggest delegation from the US Chamber of Commerce anywhere in the world for 2018 because these companies many of them have not been here for the past five years because of the troubles that the country's been going through and because there have been fewer opportunities for them to invest in but now that they see that Iraq not only is one of the biggest exporters of oil in the world but also has a lot of opportunities in many other sectors and they're here to investigate and try to get a jump on that so that they can invest and make profit وكما ترى كثير من الطاقة الإيجابية الموجودة هنا في هذه القاعة اليوم وذلك لأنها تمثل في الحقيقة هذا الوفد الموجود هنا في العراق هو أكبر وفد لغرفة التجارة الأمريكية في سنة 2018 في العالم لأن هذه الشركات أغلبها لم تكن موجودة هنا في العراق على مدى الخمس سنوات الماضية بسبب المشاكل التي مرت بالبلد ولكن وأيضا قلة فرص الاستثمار في ذلك الوقت أما الآن في العراق بالإضافة لأن هناك أحد أكبر مصدر لنفط هناك فرص في قطاعات كثيرة فهذه الشركات هنا للبحث والاستكشاف عن هذه الفرص وينظرون كيف يمكن لهم الاستفادة والإفادة هذه في المناطق المحررة سوف تكون عملية الاستثمار أم في كردستان والمحافظات العراقية الوسطى والجنوبية في قطاعات مثلا يعني عادة العمار في بناء المستشفيات في بناء المدارس ما هي القطاعات أيضا الأخرى التي ستدخل بقوة ربما قطاع الطائرات في النقل قطاع التربية والتعليم نحا Now, is this only in the liberated areas or investment in the Kurdistan area, the southern and middle areas in Iraq is it only in the reconstruction or building of hospitals, schools or other sectors of investment like aviation or transportation, education and the like ? ما هي المترجمات التي يجب انها المعربية وعافية من الاراقي هي إراك تحب الوصول على عمل في مدى من م Haram وكثير من هذه المترجمات التي تلوقعوا نقوم بها على مبنية المترجمة التي ستجعلها فألاحظين لأنهم يجب ان بلعادة و تقراروة و تظل المترجم وعند ما سيكون قريبا في اللحظة تتفاهم اعتقد أن العراق Bethany المترجمات اللحظة أمانية تتحشه من ترسل وهم قد يصدقون على شركة العراقية وهم يكون مضيفون بشكل عشان ومعارضة ومعارضة كثيرة وعنوانين و هذا هو المستمع أن نتظرنا أن نحن التجاريات الثانية والمعارضة التكتبية يمكن أن يكون مختلفة في إراك رسالة التي استلمناها و الشركات استلمتها من الحكومة العراقية أن العراق مفتوحة لممارسة العمال التجارية في كافة أراضي وبهذا يكون القرار للشركات راجع لاختيار أين ترى مناسب لها الاستثمار وأيضا واضح ولاحظنا بأن الشركات الأمريكية انتقلت من موضوع البناء والإعمار وأيضا أصبحت مهتمة بموضوع التصميم والجانب الهندسي والإدارة فيما يتعلق بالمستشفيات والمدارس وخصوصا بوجود التقنية العالية وممكن أيضا باستخدام المقترب الفكري ممكن أن تحقق استفادة وإفادة The American Embassy will be here to work with the Iraqi government to support these activities all along the way إن شاء الله إن شاء الله God willing sir thank you about this interview شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا على حدوركم شكرا جزيلا لك يعني كما تحدث نائب السفير الأمريكي بأن هناك الكثير من الأعمال سوف تكون في العراق ويشهد العراق وربما سوف تكون هذه الشركات هي بديلة على ما كان يعتمد عليه العراق من طاقة من أجار إيران نعم كنت معنا من فندق بابل ببغداد حيث وقاع المؤتمر مراسلنا زياد نهاد شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم نائب السفير الأمريكي في بغداد السيد جويهود شكرا لكم ناشدت الشابة الأزيدية نادية مراد لدى تسلمها جائزة نوبل للسلام الاثنين في أوسلو المجتمع الدولي بحماية شعبها والعمل على تحرير آلاف النساء والأطفال الذين لا يزالون في قبضة تنظيم داعش وقالت نادية التي كانت مختطفة سابقا لدى التنظيم إن على المجتمع الدولي أن يوفر حماية دولية لضحايا هذه الإبادة الجماعية مبدئة استغرابها من أن العالم لم يبذل مزيدا من الجهد لتحرير أكثر من ثلاثة آلاف أزيدية أو أزيدي لا يزالون محتجزين لدى داعش لا أريد تعاطفا أكثر أريد ترجمة هذه العاطفة إلى عمل على أرض الواقع إذا كان المجتمع الدولي جادا في تقديم المساعدة لضحايا هذه الإبادة وإن أردنا أن يعودوا الإيزدين إلى مناطقهم من مخيمات النزوح ومنحهم الثقة مرة أخرى فعلى المجتمع الدولي توفير حماية للإيزدين وتحت إشراف الأمم المتحدة بدون هذه الحماية الدولية ليس هناك أي ضمان بأنه سوف لن نتعرض إلى إبادة أخرى ومن مجامع إرهابية أخرى فاصل الأخير ونعود ثلاثة عوام غابت فيها منافسات دوري الكرة الطائر النسوي في إقليم كردستان العراق بسبب غياب الدعم المالي قبل أن تعود مجددا هذا العام وبمشاركة ثمانية فرق بعد غياب دام لثلاثة عوام لأسباب تتعلق بغياب الدعم المالي آدى النشاط مجددا لمنافسات دور الكرة الطائر النسوي في إقليم كردستان العراق بإقامة بطولة دور النساء بمشاركة ثمانية فرق وزعت على مجموعتين تقام إحداها في مدينة السليمانية وبمشاركة فرق أفروديت والبيشمرقة ودرب انديخان وسيروان الجديد فيما تلعب الثانية في مدينة أربيل بمشاركة فرق فتاة أربيل وطاقطاق وكويسنجاق وأكاد عينكاوا جيل جديد من اللاعبات خضنا تجربة هي الأولى لهن على صعيد مستوى المشاركات الرسمي أبدعت الفتيات في إظهار قابلياتهن ومهاراتهن في المباريات التي شهدت حضورا جماهيريا لافتا لاعبات كويسنجاق تمكن من التفوق ببراعة على غريماتهن من فريق فتاة أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل مباراة جرت من جانب واحد وكان فارق النقاط يتحدث عن أجواء اللقاء الذي سار كما أرادت لاعبات كويسنجاق اللواتي هيمن على فترات الأشواط الثلاثة ربما لعبنا مباراة مهمة أمام فريق عنيد وقوي للأسف لم نكن في المستوى الذي يرضي طموحاتنا كلاعبات الأهم إن المنافسات عادت مرة أخرى هناك العديد من اللاعبات اللواتي ظهرنا بإداء جيد تفوقنا في الشوطين الأول والثاني وبفارق كبير حاولنا قدر الإمكان اللعب دون أن نبذل جهودا كبيرة نأمل بالتأهل من هذه المجموعة إلى الدور الثاني مع أن المنافسات تشهد تواجد لاعبات يافعات في اللعبة مواجهة مثيرة جمعت لاعبات أكاد مع غريماتهن من فريق طقطق طلبت فيها لاعبات أكاد النتيجة بعد تراجعهن بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين حسمت لاعبات طقطق الشوطين الأول والثاني لصالحهن بعد أن تألقن في خطف الأنظار وبفارق ضئيل من النقاط غير أن صحوة عارمة هيمنت على أداء لاعبات أكاد ألا إعدنا إلى المواجهة وتفوقنا بثلاثة أشواط ليواصلن حضورهن بامتياز عقب مباراة كبيرة عمار ساطع الحرة أربيل بهدف تشجيع النساء وبالأخص الفئة الشابة لإقامة مشاريع خاصة بهن أقيم في أربيل معرض الأعمال اليدوية خصص جزء منه لعرض منتوجات النازحات المعرض حسب معنيين سيوفر المشاركات فرصة مهمة لتسويق منتوجاتهن وزيادة دخلهن جلست إلى جانب صورة لسيدة إزدية وأناملها اشتبكت بالخيوط لتعيد صناعة تراث آيل للإندثار بعد أن تعلمت أمل رمضان النازحة القادمة من الموصل إلى مخيمات النزوح في أربيل الحياكة رأت ضرورة المشاركة في معرض أقيم للأعمال اليدوية وخصص جانب منه للنازحات كدعم لهن وتشجيعهن على إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهن لم تكن نعرف أن نمسك البيز لم تكن نعرف التطريز لم تكن لدينا مهنة فهم أجوا ودعمونا وعلمونا هذه المهنة اشتغلت وسويت ورشة عمل وأعلمت الحياكة للنساء وأشجع كل مرة يكون لديها شغلها خاصة حتى لو موظيفة تستويغر شغلات معرض القلب والفن الخاص بالأشغال اليدوية لرائدات أعمال من النساء والشباب الناشئة يهدف إلى تقديم مشاريع صغيرة تقودها النساء وأصحاب المشاريع من الشباب إلى المشترين المحليين والدوليين لبناء قنوات تسويق وزيادة دخلهم المعرض أقيم بالتعاون بين كل من منظمتي صناعة الازدهار والهجرة الدولية المشاريع المشاركة 14 مشروع أغلبيتهم يشتغلون مع نساء نازحات ولاجئات والباقي يشتغلون مع النساء بشكل عام ويسوون جولات لدعم المرأة الشخص لازم يتعب على نفسه يعني إحنا مو قعدنا من النوم لقينا كل شيء متوفر أنه موجود لا نتعب نسأل نبحث نتعب على نفسنا نشتغل تمكنت النساء والفتيات المشاركة في المعرض من تقديم العديد من المنتجات ذات جودة لاقت إقبالا لدى زواره في وقت يعتقد مراقبون بأنهم بحاجة إلى دعم لاستدامة مثل هذه المشاريع وتوسعها مستقبلا أتمنى من المجتمع من السيدات العمال من رجال العمال من المجتمع من الحكومة تتعمنا عن نفسي أحب دعم المرأة وأحب أدعم النساء بالعالم كلها كان عندي الحق أن أقدر أعيل نفسي فأحب أن أكون جزء من يعالد نساء أخرى وشباب بإمكانيات وقدرات فردية تحاول كل سيدة وفتاة في هذا المعرض أن تترك لها بصمة في المجتمع طريق ليس بالسهل للتغلب على التحديات التي تواجهها حميز زباري الحرة أربيل وعلى منصة إرفع صوتك فيديو عن الفتاة حنين بائعة القهوة في بغداد والتي زاحمت الرجال في دخول هذه المهنة وتطمح بأن تكون لاعبة كرة قدم في المستقبل مستوى منتخب أبرز العناوين مشاهدين قبل نهاية النشرة في الذكرى الأولى لإعلان النصر على تنظيم داعش عبد المهدي يؤكد أن النصر لن يكتمل إلا بالقضاء على الفساد تقرير جامعي علمي يؤكد إصابة حوالي 140 ألف شخص بالتسمم في البصرة وعلى نسبة تلوث سجلت في المناطق القريبة من إيران وبمشاركة أكثر من 50 شركة انطلاق أعمال مؤتمر تشكيل غرفة التجارة الأمريكية العراقية لرجال الأعمال والمستثمرين في بغداد إذا مشاهديني كرام النشرة انتهت تابعوا المزيد من أخبار العراق على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع الحر على الإنترنت ألقاكم إن شاء الله اشتركوا في القناة